موسيقى في حالة بقى انت لو عندك عايز تاخد سكتش من صور انت عاملها على وراء وقلم بقلم وصاص اي ان كان نوع القلم المهم ما عملت صورة ديزاين كروكي خدتها بالموبايل الصورة ديات وخدتها التاتش على الاوتوكاد وبعد كده بقى تبدأ ترسم عليها اول حاجة انا في الحالة ديت لو خدت بالك انا خدت ديزاين اكيد الاسكيل في غلط يعني اكيد وانا مسك الوراء وقلم وباسم دي اكيد مش 30 سنتي او 30 متر اي ان كان الديمينشن اكيد دي مش 3 متر بالزبط اكيد ده كله مش 15 انا بس خدت الاساسيات على الوراء وقلم وصورتها بالموبايل وبعدتها النفسي بالايميل اي ان كان بعدتها نفسي ازاي ويدي الصورة بتاعي انا بقى عايز ارسم علي الاوتوكاد بالديمينشن الصح كل ديزاين داول على اساس انت مسلا الدول الاول لفيلة وديل جاردن مسلا دا المدخل عندي هده مبدأ اين ازاي عملت كده هقفل الصورة ديت بالشكل دوت عندي لما ببدأ طبعا بادوس على start doing بشكل ده وفي الحالة ديت لازم اضبط الونت عشان انا هبدأ من اول فعندي utilities من هنا يقام بادوس على الونت على طول وادأكن انا في الحالة دي decimal وفيه عندي هنا اللي هو سنتيمتر بالطريقة دي وقمين عشين كفاءة بالنسبة لي اوكي تمام بعد كده الصورة بجيبها هزاي بكتب image واول حاجة بتصغير عندي فيه اللي هو image attached دوس enter ده بقى الصورة او الصورة اللي مصرها بالموبايل ويحملتها عندي على الايميل او اين كان باليو سبي كليك على الصورة بتاعتك دوس على open عندك هنا ما تغيرش حاجة في ال insertion point ولا في ال rotation والسكيل خلي دوت 1 ده 0 ده 0 دوس اوكي بالشكل دوت الصورة عندك مش موجودة لا هي موجودة بس صغير جدا ومكتوب عندك هنا image attached بنتك كده فعلا جبت الصورة بس ايها مش واضحة دوس على zoom او z zoom بعد كده دوس على e ده هو accent بالشكل دوت واضح ان الصورة صغير جدا مبدئيا لو قلنا ان ال dimension انا وخيتها غلط بس هو ده لانا عايزه كقيمة يعني انا مثلا عايز دوت ال line ده يكون 15 متر وانا شغل بسنتيمتر يعني 15 او يعني 1500 سنتيمتر فتعلى كده تدوس على line وتعلى من اول هنا لغاية ثانه في مشكلة قبل ما اعمل ال line ان ال line لونه ابيض والورقة لونها ابيض ففي الحالة دي تعلى عند layer هنا كليك على color خلي مثلا احمر يكون مميز شوية دوس اوكي دلوقتي ال line ده اللي عملته ده وتدوس على image u تعلم ال end point دي لغاية ال end point دي ده عندي هنا 0.6 سنتيمتر يعني حتى ما اجابش سنتيمتر تخالفها من 1500.6 يبقى انا كده محتاج اعمل scale بالنسبة لي line مع الصوة نفسها اتكلمنا في حالة scale زي ما نعمل الفكتور عندك الكبير بتقسمه على الصغير الكبير دوت لو 1500 سنتيمتر اقسمه على point 6 دوس على scale في الحالة ديت هاخد كله فمش لازم اعمل selection دوس على all اكتب all dos enter دلوقتي انا خدت الاثنين تمام dos enter في الحالة دي بيقولي base point خليها ده على اساس ده الاساس بتاعه دوس click بالشكل دوت الكبير اللي هو كان كام عندي الكبير اللي هو 1500 سنتيمتر اللي هو طول حقيقي في الفكتور اللي موجود حقيقي دلوقتي لو جيتها سمتوم تقابل هيبقى 2500 اكتب ده الفكتور بتاعك 2500 ودوس enter بالشكل ده طبعا الصورة تحس ان انت مش فاهم انت في اي اساسا مفيش اي مشكلة دوس على zoom بعدك ادوس على e اللي هو accent كده انت عملت scale لكل حقك حتى لو جيت عملتي utility في الحالة ديت تشوف بقى اللاين بتاعك بقى كام هتاخد بالك انه بقى 1500 تقريبا كده انت ضبطت دنيا عندك يبقى لما بتاخده الصورة اتأكد ان الattach بتاعك ما بيكونش واخد الاسكيل الصحة اللي انت بتشغل عليه فزبطه بالطريقة دي بس كده دلوقتي اللي انا عندي هنا اللاين دوت 15 في واحد يقولك ممكن ارسم على الصفحة نفسها انا منصحش بالطريقة دي لان انت عندك الصفحة اصلا فيها data فاخد اللاين ده ورسمه بقى على جنب هاته هنا مثلا ابدأ بس انبراحتك دلوقتي هاخد اللاين ده مثلا بالشكل ده هاخده move من اول هنا تغيرت هنا بالشكل ده escape طبعا الcolor بقى مشفق معايا فارجع اللي بقى خليه ابيض اللون ابيض دوس اوكي